هذا والتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة خنان للاستثمار والتي تمثل الذراعة الاستثمارية لمقاطعة خنان الصينية وتناول مدبولي خطط الحكومة المستهدفة لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة حتى تصل إلى 42% من إجمال الطاقات المنتجة في مصر كما شر مدبولي إلى جهود مصر التوسع في مجال تحلية المياه الذي يمثل مجالا آخرا للاستثمار من قبل الشركة فيما يتعلق بتصنيع مكونات تلك المشروعات